جمال الفطير بقى لما يتعمل قبل شهر الرمضان الفضيل فطير الافران بطريقة احترافية بطريقة سهلة يمبتدئين اي حد عايز يعمل فطير هيقوم يعمله بمنتهى السهولة انتو شايفين الصورة هي اللي بتتكلم بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين السلام عليكم محترمين اليوتيوب يسهيكم وعملين ايك؟ يارب تكونوا بخير لايك وشير وسبسكراب الوصفة المميزة اللايك يا جماعة بساوي كلمة شكرا على محتوى اتمنى انتو ما تبخلوش عليها بلايك واللي ما تشاركش شرفني ونوارني وشيرك في القناة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا مني كل جديد وتمنى انتو بتعملوا شير للفيديو علشان يعمل فايدة للجميع ويا الله بينا الفيديو السهل البسيط اللي اي حد هيقوم دلوقتي حالا يعمله معنا المقادر بتاعتنا معنا نص كباية سكر انا النهاردة هعمله بالسكر علشان زي يفتر الافرام بالزبط مش هعمله بالملح هنحط زرة ملح بسيطة زي ما انتو شايفين كده بس مش اكتر من كده حبه تعملي بالملح انا دايما بعمله بالملح بس المرة دي هعمله بالسكر علشان زي يفتر الافرام بالزبط حطينا نص كباية سكر معاهم كبايتين مية هنشيل كباية على جنب تاني يعني دلوقتي حطين كبايتين مية دفين معايا كباية تاني سيأخذ مني بالزبط كبهتين ونصف لا تضع كبهتين ونصف لا تضع كبهتين ونصف ثم تضع كبهتين ثم تضع كبهتين سيأخذ منك حوالي نصف كبهتين لكي يأخذ كله معانا كيلو جي لكن اهم حاجة كله يجب عرق معك يكون جيدا لكي يأخذ عرق الفطير يعني عرق كما ترى في الأول يجب أن يشد وتمط معك ما يتقطعش منك أبدا الفل دي لو نضيف ولوهر ما بيتقطعش منك مهما تشدي فيه وتنزلي حتى على الصينية مش بيتقطع منك تماما زي ما انت شفت فاول الفيديو بس أنا عايزك تحطيه لايك من ايديك الحلوة ده أتمنى يعني انت يحطيه لايك من ايديك الحلوة ده علشان الفطير يستاهل فعلا لايك زي ما انت شايف كده هتعجني حوالي خمس مش اقل من خمس داي علشان يجي بارق معك لازم انت فطير يتعجن كويس يا جماعة دي من علامات النجاح بتاع الفطير انها تتعجن كويس بعد ما عجنته كويس اوي هسيبه يرتاح ساعة طبعا ما فيش خميرة وما فيش كلد بس لازم يرتاح معك علشان ما جي يفرده يفرد معي وهيرتاح ثاني اما قطعه برضو وبعد ما ارتاح معي الساعة هبدأ قطعه حبه زي ما انت قطعه كبير صغير براحتك انا هاطعه بمرادي صغير مش كبير يعني مزي الفطير اللي انا بعمله الكبير ده احنا عايزين دلوقتي بانطبق فطير الافران فهيصغره زي فطير الافران بالظبط شايفين الملمس بتاع العجين انها مزي علشان ما عكونش كويس وعلشان ارتاح معي هتبلي ايديك زيت كده والقطع زي ما انت شايفه كده هتبلي اربع كيلو دول ها قطعهم اربع كطاع هان قطعهم اربع فطير فطيرة متوسطة مش كبيرة زي ما انت شايفه حبه قطعهم خمسة برضو براحتك حسب الصينية اللي عندك معانا زبدة بلد تلتميك جرام معانا ميك جرام زيت زبدة يعني فطر يا جماع انت زبدة البلدي ما ينفعش خالص حبه برضو تعملي بالزي السمنة النباتي عادي يمشي معاك بس طبعا عشان اديك طعم وريحة قطع العجين يبقى هي زبدة البلدي زي ما انت شايفه كده هجيب صانية وافرده شايف الفرد بقى يعني انا بعض ما قطعت العجين سيبته ساعة كمان يعني لازم تسيبيه علشان يفرد معاك بكل سهولة انا جبت الصانية شايفين برافرف كده ما بينقطعش مني تماما شايفين ليه علشان ارتاح على مرحلتين ومعجوم كويس دي اهم حاجة انا دلوقتي مطلع على العجين برا الصانية ما تقطعش ليه ليه ما تقطعش لو ملوش عرقه هتقطع معاك لو ما عجنتوش كويس برضو هتقطع وتليقي مخرز معاك فا اتمنى ان انت تعمل شيء زي ما انا بقولك كده او مخرجها برا الصانية ما تقطعتش وما نزلتش ولا حاجة خالص زي ما انت شايفك منتهى السورة حبه بقى يعني انت في الاول كده ما عنديكش احترافية ان انت تطلع ايه برا الصانية وخايفة وكده ممكن تصغريك قطيع حسب الصانية اللي عندك اهم حاجة الرئان بتاع الفطير تبقى رأيئة زي ما انت شايفها كده مرايئة زي ما انت شايفها كده رأيئة جدا زي المرايئة بالصدر ده من نجاح الفطير الكويس اوعي اتخاني الرئان بتاعته مش مهم يعني دايما اقولكو مش مهم سمك الفطيره نفسها تخينه او رأيئة بس اهم حاجة الرئان اللي انا بعملها دي تشدي لحد ما ترققي خالص 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 هعملكو كمان واحدة برضو تاني علشان المعلومة تزبك كده وتقومي دلوقتي حالا تعمليه او زي ما انت شايفها دي فطيره متوسطة مش كبير او حبت صغري ممكن حبت كبري وعندك صانية كبيرة اكبر جامد ممكن تعمليها براحتك احنا حطنا عايصيني الصانية دي زيت كنت اعمل كمان واحدة معاك اهو اعملها بالنشابة يعني ديك عملتها عاجي ودي من الشابة ماشي معنا بكل الطرق حتى من غيرنا الشابة بيمشي معاك علشان هو مرتاح كويس اهم حاجة ترقاي الطروف الطروف النص انا برقاءه عاجي بكل بسهولة اقولك ارقاءه ازاي مجرد برفع ورفرفة دي بترقاء لي النص اهم حاجة عندي الاطراف لان الاطراف هتنزل من حواوات فصانية فمش هعرف ارقاءها ففي الاول لازم ارقاء اللي حوفبت الحروف شايفين بترفرف معايا شايفين الجمال استهل اللايك بقى وانم استهلش اللايك زي ما انت شايفة كده الزبدة زيادة لو انت حطت الفطير او لقيتها بتغلي فيها زبدة زيادة اول ما بطلعهم الفرن وهي سخنة على طول حطي غطر كده وصفيها تصفي معاك فيش مشكلة خالص لو انت لقيت الزبدة زادت منك شايفة اهم حاجة في الموضوع الرئان رؤيا زي ما انت شايفة كده دي اهم حاجة في نجاح الفطير خلي الفطير مش معظم معاك متكتك لي وسهل يعني مش بموت ومعظم كده جميع الطبقات كل بين طبقه وطبقه لازم انت تحطي زبدة وتلميها كده تحطيها في الصينية على طول سيما انت شايفة كده انت فرتها في الصينية علشان هنا عيد الفرن ومسخنا الفرن لازم يكون سخني جدا الفطير بيحب النار العالية او تحطيه على نارة هادية لازم اعلى نارة عندك تحطيه تحطيه من تحت الأول علشان ترفع الفطيرة ترفعي فوق ممكن لو لقيت حمر حلو من تحت لازم تحطيه لازم تحطيه تحطيه نروح الفرن نحطيه على تحت الشبكة يدوب فوق سطح الفرن من تحت اول ما يديني لون محمر هرفعه فور ترى التوريقه تحطيه 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 نروح تحطيه نروح تحطيه 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 ارتفع كبير من قطعة من قطعة السكرة ارتفع مرتفع ارتفع أباة من قطعة ارتفع ورقة من قطعة ارتفاع نملكة من قطعة ارتفع مرتفع سيارتها لا تحمر اكتر من ربع ساعة اكتر من ربع ساعة اكتر من كده عشان ما تنشافش منك شايفين الكمال دلوقات احمرت مني وهشيل عادية مش مشكلة من تحت ومن فوق بس اهم حاجة برضو عشان ما تنشافش منك ما تحطعش كتير في الفرن بعد ما تطلع لو انت حزاعة طريقة هتقوم مغطيها بس خمس دائي كده وترفع الغطة علشان البخار ما ينزلش عليها تاني لو انتش عملتها بصانية ولا حاجة البخار بيلتسك في الصناع وممكن ينزل من احداك شايفين طلع طعم الفرن زين انت شايفين كده الصورة ده اظن هي الصورة هي اللي بتتكلم شايفين من تحت عمله زي اكنها مقلية بالضبط من تحت زي فوق ومن دلوقتي بقى حالا حالا عند كيلو جي وعجيني وعملي في البوتاجاز وحتى ممكن تعملي على العين البوتاجاز بمنتهى السهولة تعملين ما ياخد لون تومي قلبها اليام التاني يعني احنا هنصرف هنعمل الفصير قبل شهر رمضان احنا دايما عندنا لازم نعمل الفصير ده قبل شهر رمضان احو زي ما انت شايفين كده شايفين كمان ايه رأيكم بقى منتهى السهولة انا عملها صغير مش عملها كبير انا دايما بعمل الفصير في صانية كبيرة خالص بس المراجح حبت ان انا ايه اكون سهلة معاكو يعني بعمل حاجة سهلة ان انا متناول اي حد يعملها ممكن محدش يعرف يعمل الفصير كبير اوي ده فحبت ان انا صغروا باي صانية عندك ممكن تمشي معاك ممكن تصغرك القطعية عن كده كمان حسب الصانية اللي عندك وحجم الصانية علشان الراقان تطلع رؤية معاك ده اهم حاجة عندنا يارب الفيديو يكون عجبك ما تساله عجب ما تنسانيش في اللايك تشارك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان كل منازل الفيديو يوصلك اشعر به واتمنينش يتعمليه وتجربيه وتقولي رأيك في التعليقات ما استنيه كومنتي منك ان شاء الله تقوليه لفتير نجح بنسبة 100% وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته